استعدادا لزيارة نصف من شعبان على العتابة الحسينية المقدسة تكمل جميع الإجراءات لاستقبال جموع الزائرين من داخل العراق وخارجه وبالتنسيق مع الدواء الأمنية والخدمية في المحافظة وهيئة المواكب الحسينية لضمان تقديم أفضل خدمات للزائرين وأنسيابية دخولهم للمدينة المقدسة وأداء مراسيم الزيارة عند ضريحي الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس عليهم والسلام أكمل قسم حفظ النظام استعداداته لاستقبال الزائرين الكرام في الزيارة الشعبانية المباركة إن شاء الله سوف يشارك في هذه الزيارة أكثر من 6 ألاف متطوع ينتشرون في داخل العتابة الحسينية وخارجها وصولا إلى الطوق الثاني نحن كموكب خدمي من أهالي البصر قضاء مدينة الزبير في زيارة الشعبانية نقدم وجبات صباحية ووجبات مسائية الوافدون من خارج العراق أعربوا عن ارتياحهم للتسهيلات التي قدمتها الحكومة العراقية في المطارات والمنافذ الحدودية لتسهيل دخولهم إلى البلاد لأداء زيارة نصف من الشعبان المباركة حينما وصلنا مطار بغداد كانت الأمور جدا سهلة لدرجة أننا متوقعين أن يكون هناك عمل فيزا ولكن سرنا الخبر أن كان الخليجيون معفيون من الفيزا وجدنا في هذه الزيارة في كربلا الناس سالمين يحبون أن يحبوننا ويحبون من يزور الإمام الحسين سلام الله عليه والله الأزيم اللسان لا يستطيع أن يصف إلا يرى بعين وسط إجراءات أمنية وخدمية عالية المستوى يستمر توافد الزوار من شتى بقاع العالم صوب المدينة المقدسة التي رفعت حالة الاستنفار فيها إلى درجة القصوى لضمان راحة زائرها من كربلا المقدسة حسين محمد قناة العراقية الإخبارية